أطلقت وزارة تضامن الاجتماعي الحملة التنموية الشاملة إيد وحدة وذلك بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقا لخدمة مليون ونصف المليون أسرى من الأسر الأكثر احتياجا هذا وقد شاركت مؤسسة الجرح في فعاليات الحملة بمحافظة الفيوم لتقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا لخدمة مليون ونصف المليون أسرى من الأسر الأكثر احتياجا شاركت مؤسسة الجرح في فعاليات الحملة التنموية الشاملة إيد وحدة بمحافظة الفيوم تلك الحملة التي أعلنها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير الدعم الغذائي والنقدي والخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية بتقدم خدمات توعوية وخدمات كبعية وخدمات صحية ودعم نقدي ودعم خدمي وصحي المستهدف طبعا مليون ونصف أسرى ودي بدايتنا النهاردة اللي هو من يوم السبت يوم الخميس بداية المبادرة خطة مؤسسة الجرح هذا الأسبوع لتنفيذ مستهدفات حملة التحالف الوطني إيد وحدة تتضمن توزيع نحو ألف واجبة مجانية بالمناطق الأكثر احتياجا في عدد من القرى فضلا عن توزيع نحو ألف كرتون تخير من المواد الغذائية في بعض المناطق المحرومة والأولى بالرعاية عندنا هنبدأ الحمل لترك أبواب هنودي الكرتين لحد المستحقين لحد باب البيت النهاردة فيه ألفين واجبة مطهية هتوزع على كرة ومراكز محافظة الفيوم انطلاق المبادرة من قرية الحامولي مركز يفس السبيل مؤسسة الجرحي عضو التحالف الوطنية ستقوم كذلك بتشغيل عيادة طبية مجانية على مدار الأسبوع لنحو ثلاثمائة مستفيد فضلا عن تنفيذ قوافلة طبية متنوعة التخصصات بالتعاون مع المستشفيات الجامعية بالفيوم لنحو ألف مستفيد بالإضافة إلى تنفيذ قوافلتين بيطريتين